شدد رئيس عبدالفتاح السيسي على ثقاته في أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها وجدد رئيس السيسي التهنئة لهيئة الشرطة مشيرا إلى دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهدة ودعوني أقول لكم بكل الصدق إن الله قد أراد لهذا الجيل في بصر إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤليتها علينا جميعاً ستبقى شرفاً يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بسمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الذمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم وختاماً وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها وأشير بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وأكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل